حالة من التخبط يعيشها النظام الإيراني بعد إدراكه أنه لن يحصد النتائج المتوقعة من قدوم الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن فيما يتعلق بملفها النووي سلطات النظام اجتهادت مؤخرا في جس نبض إدارة البيت الأبيض الجديدة عبر إطلاق المواقف التصعيدية أهملا بالتوصل إلى مساومة ما في المستقبل لكن جهودها باءت بالفشل بيّنت ذلك تصريحات البيت الأبيض التي طالبت تهرانا بالالتزام بمتطلبات الاتفاق النووي وتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جوك سوليفان بأن التعامل مع أزمة إيران لا سيما مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي من الأولويات القصوى لإدارة بايدن وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأخيرة التي طالب فيها تهرانا بالعودة للالتزام باتفاقها النووي لتضيف صوتا آخر من أصوات الثبات في الموقف الأمريكي من الملف الإيراني تصريحات بلينكين تبعتها تصريحات لطهرانا جددت فيها موقفها الرافض للتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم يرفع الحضر الذي فرض من قبل الإدارة الأمريكية السابقة على البلاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زادة نفى إجراء أي محادثات مع واشنطن وصفا إياها بغير الضرورية مطالبا واشنطن بالعودة لما سماها بالتزاماتها كذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني حمد قلباف إدارة بايدن إلى البحث عن آلية لإلغاء الحضر المفروض على طهران ورفع العقوبات بدل وضع شروط مسبقة للعودة إلى الاتفاق مضيفا أن بلاده لن تدخل لعبة جديدة للحصول على ما وصفها بأنصاف الوعود في حين رأى المتحدث الأسبق باسم الخارجية الإيرانية حميد آصفي أن بايدن لن يعود للاتفاق النووي بسهولة معتبرا أن مواقف المسؤولين الأمريكيين بعد الفوز في الانتخابات تدل على التغير في المواقف تجاه إيران هذه المواقف التصعيدية قابلتها تصريحات لوزير خارجية إيران محمد جواد ريف طالب فيها الاتحاد الأوروبي بالتدخل لتنسيق عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي تصريحات رأى مراقبون أنها انعكاس لحالة التخبط الكبيرة داخل أروقة النظام التي تمثل أبرز ملامح سقوطه القرية